اشتركوا في القناة وبنغطيها ونسيبها مدة خمس دقايق كده. ده لو احنا مش عارفين الخميرة بتاعتنا فعالة ولا لأ. ازا عارفين الخميرة ممكن نحطها على الدقيق على طول. بعد كده بنجيب الدقيق معانا كيلو دقيق. بننخله. بعد كده بنجيب نص معلقة ملح وبنحطها على الدقيق. وبنقلبها كده. وازا هنعجن بمية ممكن نعجن بمية ونحط عليها على كل كباية مية معلقتين لبن بودرة. انا حطيت كباية لبن. لبن حليب عادي. وبحط معانا الخميرة بعد ما خمرت بعد خمس دقايق. وبعجن العجينة بتاعتنا. وطبعا بعد كده بتحتاج مية بنزود مية. ببقى معانا كباية مية دافية. بنزود بيها العجين بتاعنا. لأنها محتاجة بنحط شوية كده وبعد كده بنعجن تاني. لو لأنها محتاجة تاني بنزود طبعا كل دقيق بيقبل مية وفي دقيق ما بيقبلش مية كتير. هو الكيلو دقيق تقريبا خد معايا كبايتين لبن ومية. بعد كده حطيت نص كباية زيت. وقعدت أعجن العجينة كده لمدة سبع دقايق تمن دقايق. لغاية لما بقت العجينة معايا نعمة بالشكل ده كده. بعد كده بحط شوية زيت. وبقلب العجينة فيه واغطيها واسيبها تخمر مدة تلاتة ربع ساعة أو نص ساعة. بعد كده خلاص لقيت العجينة بقت خمرت بالشكل ده. طبعا في الجو الداف بتخمر بسرعة لو الجو بارد بتاخد وقت شوية. قطعت العجينة كده وعملتها رول بالشكل ده. وبنقطعها قطع. بنحاول تبقى القطع قد بعضها لو فيه ميزان بنوزنها. أنا عملت الحجم ده. الحجم ده تقريبا الرغيف 80 جرام. ممكن نعمله 60 زي ما احنا عاوزين الحجم اللي ناسبنا. بعد كده بنكورها كور بالشكل ده. وبندهن صينية أو طبق مسحة زيت بسيطة. وبنحط العجين بتاعنا في الصينية كده بالشكل ده. بنخلي فيه مسافات شوية ما بين العجين وبعضه. عشان هو هيقعد نصف ساعة كده يخمر مرة تانية. فبيزيد في حجمه شوية. بالطريقة دي كده لغاية لما نخلص كل كمية العجين. وبنغطيها ممكن نغطيها ببلاستيك بتاع المطبخ أو نغطيها بفوطة بالشكل ده كده. وبنسيبها تخمر لمدة ربع ساعة أو تلت ساعة. بعد كده بنجيب الصواني اللي هنخبز فيها وبندهنها بنمسحها بالزيت مسحة خفيفة. وبنجيب أول كورة عملناها أو أول قطعة قطعناها في العجين. وبنفردها بالشكل ده كده مستطيلة شوية. وبنبرمها بالشكل ده كده وبنقفلها كويس. بنقفل من الأطراف وبنقفلها كويس قوي. ونبرمها شوية كده وبنرصصها في الصاق بالشكل ده. دي تاني واحدة كده برضو بنعملها مستطيل. وبعد كده بنبرمها وبندغطها شوية وإحنا بنبرمها. بالشكل ده كده وبنقفلها كويس عشان ما تفتحش معانا في الخبيز. بنقفلها كويس قوي. ونرسسها في السجب نبعدهم عن بعض في السجان عشان بعد كده هو هيخمر مرة تالتة بالطريقة دي كده وبنحطها لغاية برضو لما بنخلص كل الكمية بتاعتنا وبنحط السجان وبنغطيها تاني بفوطة او ببلاستيك وبنسيبها تخمر تاني لمدة ربع ساعة بعد كده بنولع الفرن على درجة حرارة 200 وبنسيبه شوية يعني خمس دقايق كده يسخن قبل ما نحط فيه العيش بعد الربع ساعة بنلاقي العيش بتاعنا خمر كده وحجمه تضاعف بنجيب معانا يعني ربع كوب بيت لبن وبنحط فيها ربع معلقة صغيرة نسكة فيه او ممكن نحط فيها نص معلقة سكر بالطريقة دي وبنقلبها فيها وبنندهن وش العيش كده ندهن دهان خفيف بعد كده لو عاوزين نحط حبة البركة او سمسم على طول بنعمل صاغ صاغ ما بندهنش السجان كله وبعدين لانه بينشف بسرعة اللبن بعد كده السمسم او حبة البركة مش هتمسك فيه العيش اول ما نعمل اول صاغ بنرسش السمسم عليه على طول او حبة البركة بالطريقة دي وبعد كده بندخله الفورن في الرف الوسطاني على درجة حرارة 200 بيقعد تقريبا 10 دقايق بعد كده بنحطه تحت الشواية على حسب طبعا قوة النار في الشواية بتاعتنا ممكن يقعد دي ايتيه ممكن يقعد دي ايه واحدة ويطلع كده بالشكل ده كده بنحط عليه اول ما يطلع من الفورن فوطة كده من الدية بالمية بسيط او فوطة وبنرش عليه ببخاخ كده مية مدة خمس دقايق بس بعد كده بنشيله وبنحطه في الفريزر وده شكله كده بعد ما طلع اتمنى انه يعجبكم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته